التاسع صباح بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل سامح شكري وزير الخارجية السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط تناولت المباحثات بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا وطالب شكري خلال اجتماعه مع ساترفيلد الولايات المتحدة والدول المانحة التي علقت تمويلها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنرواء بإلغاء قرارها وشدد شكري أيضا على ضرورة التزام الأطراف الدولية الهامة والمؤثرة كالولايات المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق متفرقة بقطاع غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل في دير البلح وارفح ومدينة غزة وخان يونس حيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه سحب اللواء الخامس احتياط من قطاع غزة وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أنه لم يعد هناك سوى لواء المظليين 646 من قوات الاحتلال الذي يقاتل في خان يونس جنوب قطاع غزة وقبل يومين أعلنت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أنه في إطار تقليص قوات الاحتياط بغزة صحبها جيش الاحتلال ألواءين 4 كرياتي و55 بعد انتهاء مهمة يما في القطاع قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن حكومته تعمل على إنجاح مسار للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وأضاف نتنياهو أن حكومته لديها خطوط حمراء من بينها عدم إنهاء الحرب وعدم خروج الجيش من القطاع وأكد نتنياهو أن الجيش يعمل أيضا باستمرار من أجل إطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حماس والضمان بأن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن رفض قاضي أمريكي في ولاية كاليفورنيا دعوة قضائية سعت إلى إجبار إدارة بايدن على بذل كل ما في وسعها لجعل إسرائيل تتوقف عن قصف غزة ورغم أن القاضي أقرب أن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية وأنها تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية الأخيرة إلا أنه على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه ضربات ضد طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية وذلك بعد استهداف سفينة تجارية أمريكية بعدة صواريخ وفي واشنطن قال وزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد خلال اجتماع مع نظيره البريطاني جراند شابس إن شراكة المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة للتصدي لهجمات الحوثيين أمر محوري وأكد الجانبان أن حرية الملاحة أمر أساسي بالنسبة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة اجتمع قادة كبار من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ثلاث مرات هذا الشهر في البحرين وأعلنت رويترز نقلا عن أربعة مصادر بينهم اثنان حضراء المحادثات أنه على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان حضر ممثلون مؤثرون من القوتين ومسؤولون من مصر ومن الإمارات اجتماعات المنمى وقال أحد المشاركين في المحادثات إن الجانبين اتفقا مبدئيا على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه وأضاف المصدر أنه من المزمعي إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار الأسابيع المقبلة أعلن البنك المركزي المصري أنه لم تصدر أي تعليمات جديدة بخصوص الصحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حسابته وأوضح البنك المركزي أن الحد الأقصى اليومي لعمليات الصحب النقدي للأفراد والشركة 150 ألف جنيه مصري دون تغيير ترجمة نانسي قنقر